حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أبي الحكمي أو الحكمي بن سفيان الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ وناضح على فرجه حدثنا أسود بن عامر قال قال شريك سألت أهل الحكمي بن سفيان فذكروا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وزائدته عن منصور عن مجاهد عن رجل من ثقيف هو الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال عبد الرحمن في حديثه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا وتوضأ وناضح فرجه بالماء قد الله وجدت في كتاب أبي بي خط يده حدثني على بن عبيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا يعني ثم توضأ ثم نضح على فرجه